بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم إخوات إن شاء الله النهاردة نعمل مع بعض فكرة مشروع صغير ممكن تبدأ بي ودي الخامات اللي احنا هنستخدمها النهاردة هعلمك إزاي تعملي كفر لأي تكيف بأي شكل وبأي مقاس بخامات رخيصة وإن شاء الله مش مكلفة هنستخدم أول حاجة إن شاء الله هي الباترون أو المجسم اللي احنا نشتغل عليه لازم نرفع مقاساته ده شكل التكيف عندنا أول مقاس هناخده هو مقاس الوجهة بتاعت التكيف مش هناخدها من الجنب لكن هناخدها من أول الدوران وعندي القطعتين اللي في الجنب أو الجزئين اللي في الجنب دول أنا جبت ورقة بتاعة إشاعة أو ورقة تحليل ورقة جبيرة يعني أي دوسي عندك ممكن تفرديه وتحددي المقاس تحطي الكارتونة على التكيف وبتحددي كده المقاس وبتقصي الشكل بالضبط هنا يعتبر القطعة دي عبارة عن بطرون أنا هنا أخد المقاس بتاع الجهة الأمامية وباخد كمان طول الدوران بتاع التكيف من الجنب الدوران اللي أنا بحدده ده باخد مقاسه القفر ده عندي هيكون عبارة عن تلات قطع بس قطعة مستطيلة عرضها عرض الوجهة اللي أنا بحددها دي والطول بتاعها هو هيكون الدوران اللي أنا أخده والقطعتين التانيين اللي هم الجهتين اللي أنا رسمهم دول بشكل التكيف بتاعي من الجنب بس القطعتين دول أنا هعملهم مع كوسين يعني هقص قطعة يمين وقطعة شمال بحط طبعا البطرون على القماش وبسبت كده بالدبابيس وبقص القطعتين بس ومقاسي وأنا بقص بعمل حسابي إن أنا أزود حوالي واحد صنطي بس علشان الخياطة ده شكل القطعتين أنا حبيت إن أنا أوريه لكم إن هم مقاسات بعض بالشكل ده بجيب الورقة وبرسم عليها بالشكل ده برسم على القماش وبسيب واحد صنطي زي ما انتو شايفين كده وبقص وباجي على الناحية التانية وبقلب الورقة على وشها علشان أعمل نفس الشكل بس مع كوس الجهة اليمين والجهة الشمال زي ما أنا بوريكم هنا إن أنا بقلبها وخدوا بالكم من الخطوة ديت ولو ركزتم هي طريقة سهلة جدا وإن شاء الله بيطلع الكوفر فيها مصبوط بالملي على التكييف ومبيكونش واسع ولا بيكون ديئ عايز أقول لكم يا بنات إن الفكرة ديت سهلة قوي وإن هي تنفع مشروع بسيط وصغير وإن شاء الله هيكون مشروع مربح لإن هو مش هيكلفك حاجة غير حوالي نص متر قماش البطرون اللي أنا عاملة ده بنات بتاعة تكييف شرب واحد ونص حصان ودي المقاسات لو أنت حابة إن اكتغذيها وتنفذيها أنا بحب إن أنا هنا أوضح لك المنظر اللي هيكون فيه الشغل بحدد كده المنتصف بتاع القطعة المستطيلة اللي إحنا أصطناها باخد كده النص بتاعها اللي أنا بحدده لك ده آآ وباخد هنا آآ الجزء اللي هو آخ الدوران برضو باتني القطعة دي بالنص ركزي معاي باتني كده من القطع من الجهة المستطيلة من تحت باتني من النص وباخد البوز بتاع الدوران וباسبته مع المنتصف بتاع القطعة المستطيلة اللي عندي يعني هسبت كده الجزئين دول مع بعض علشان الشكل يبقى عندي مظبوط وهبدأ كده ان انا اسبته بالدراويس باخد كده القطعة المستطيلة اللي هي الجهة القصيرة يعني القطعة المستطيلة اللي عندنا القماشا المستطيلة اللي عندنا باخد نص الدوران اللي احنا اسناه بتاع التكييف علشان اسهلها عليك وما تطلق بطيش انت لما تيجي تاخدي المقاس وبعدين هيطلع معاك قطعة مستطيلة خدي الجهة القصيرة طبعا المستطيل ليه ضلعين ضلع طويل وطلع قصير خدي الضلع القصير وجيبي النص بتاعه وسبتيه مع النص بتاع القطعة اللي فيها دوران وسبتيهم مع بعض كده بالدراويس وقبل ما تمدي اديك بالخياطة شوفي الشكل الاول ايه شكل التكييف اصلا هيبان وشكل الكوفر كده هيبان اخد شكل التكييف وهيبقى الشكل عندك باين قبل ما تخياطي طبعا هنا انا بعد ما بثبت بالدابيس ممكن تخياطي بماكنة الخياطة انا هنا علشان اللي مش عندها ماكنة خياطة خياطي هنا الكوفر ده على ايدي بالصراجة العادية وطبعا هو ممكن اني تتخياطيه بالماكنة وممكن في النهاية تعملي كده زي سرفلة علشان تتأكدي ان الشغل عندك طالع نظيف وفي النهاية ما بقفلش للاخر خالص بسيب حوالي واحد صمت كده من الطرفين علشان اعمل حساب ان انا هاتني اعمل كده زي مكان امرر فيه الاسدك علشان يكون الكوفر ماسك كويس على التكيف لو انتي وصلت للاية هنا في الفيديو اتمنى انك تشتركي بالقناة واتفعلي الزر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة علشان يجيلك اشعارات الفيديوهات اللي انا بقدمها وتابعيني في افكار جديدة وافكار ان شاء الله تعجبك وافكار لمشاريع صغيرة تنفع ان انتي تبدأي بيها بدون تكلفة وكمان بتكلفة بسيطة وان شاء الله تحقق لك ارباح كبيرة وكون يا رب سبب كده خير وسبب مساعدة لغيري تابع الفيديو للاخر هتلاقي افكار جميلة هتستفدي منها وان شاء الله يا رب اكون سبب يا رب في مساعدة غيري هنا انا كنت بوريكم ان انا خيطته على ايدي بالابرة والخيط وده كان شكلها بعد ما انا خيطتها وقلبتها طبعا كان شكله جميل والكاميرا طبعا مش مبينة الشغل خالص تانيت حوالي تاني اتنين سنتي كده من القماش داير ميدور وعملتها طبعا برضو بغرزة السراجة زي ما انتم كده شايفين انا ما عملتش خالص حاجة بالمكانة مع ان انا عندي مكاية خياطة بس انا حبيت ان انا اعمل الفكرة كلها على قدية طبعا هنا بعد ما باتني الاتنين سنتي داير ميدور الكوفر كله بستخدم بقى اي نوع استك متوفر عندي ممكن تستخدمي النوعين موجودين عندك شوفي الارخص ليكي وشوفي اللي هيوفر معاكي وفي نفس الوقت مش هيكلفك اكتر هنا انا حبيت اوريكم ان انت ممكن تعملي تانية على تانية وممكن تستخدمي لو انت عندك مكنة تعملي الاستيك وتعملي تستخدمي الاستيك العريض وتعملي غرزة الزجزاج انا هنا باريكي الاستيك العريض لو انت هتستعمليه هتعملي طبعا هتثبتيه على القماشة بتاعتك من الطرف وطبعا وانت بتستخدمي غرزة الزجزاج بتشدي معاك الاستيك وانت بتخياتي على المكنة انا هنا طبعا علشان انا قلت لكم مش هستخدم المكنة خالص في طريقة النهاردة استخدمت الاستيك الرفيع وتانيت كده تانية على تانية على قدية ودخلت الاستيك وشديته على قد التكييف وكان طبعا مزبوط ما شاء الله بالملي ويسيبكم بقى مع بعض الافكار اللي انا نفستها لبعض الكفرات انا هنا كنت بنفزة الافكار دي على شكل ماركات وحبيت ان انا استعرض معاكم الصور لو حابين ان انتو تنفزوها ودي بعض الافكار انا كنت نفزت فعلا الكفرات دي للتكييفات عندي بكذا شكلي يعني خدت كده شكل الشانل وكمان العلامة بتاعت فندي هتكون سهلة جدا لو اي حد لسه مبتدئ ومش متمكن اوي في الرسم وهنا انا كنت عاملها على كفر مروحة وكنت اي منزلة برضو اي طريقته معاكم على القناة وسهل جدا ولو عايزين انا ابقى عيده معاكم ان شاء الله ابقى عيده لكم في فيديو يلا بينا بقى على الفكرة الجميلة قوي اللي مشروع برضو تاني تقدر ان انت تنفزيه هنا انا هعمل كفر ايه الغطى بتاع الطويلت اعزكم الله وكمان ايه الجزء اللي فوق بتاع الكمبنيشن انا هنا بدأت كده ان انا احدد الشكل بتاع الغطى من فوق اه بقطعة من الورق نفس بالزبط الورق كده اللي احنا استخدمناه ورق كبير بتاع الاشعة بيبقى عندنا وبنرميه اه انا باخده كده وبعمله اه زي بطرون عندي بحدد عليه المقاس وبقصه وبحطه على قطعة القماش الفروي هنا انا بحب اشتغل عليه بيكون شكله حالو وكمان اه تقدر تختاري الالوان اللي انت عايزها وطبعا فيه الوان كتير متوفرة منه وطريقة التازين بترجع عليكي اه تقدري بقى تزيني زي ما انا وردكم الفكرة اللي فاتت بالفوم المرة دي انا استخدمت عندي الشريط بتاع الاستراس الكذاب وعندي هنا قطعة القماش بعد مقصتها بدأت كده ان انا اسا يعني اتني الاطراف بتاعتها علشان اه ما تنسلش معايا او القماش الفروي ده اه يتقطع كده وينسل من اطرافه وطبعا عشان احميه تانيته من الاطراف كلها اه على ايدي كده بجرزة صراجة وبدأت كده ان انا ازينها زي ما انتو شايفين بعلامة بالطريقة دي وبعد ما ثبتتها بمسدس الشمع طبعا والله يعني مش بتفك ابدا يعني سهلة وبسيطة وما خدتش مني وقت خالص نيجي بقى للغطى بتاع التويلت نفسه هنا انا عندي طريقتين اخدت برضو نفس الورق كده وجمعته على بعض وعملت زي اه مكت او باترون كده للغطى بتاع الكمبنيشن والطريقة التانية لو انت مش عارفة تعمل الطريقة دي ممكن تجي بقطعة القماش وهتاخدي هنا معاك طول خمسين سنتي والعرض بتاعها ما بين خمسة واربعين لخمسين سنتي وبدأت كده ان انا اجي من طرف منهم ممكن اخد دوران ولو انت مش حبة براحتك بس انا باجي من عند كل زاوية انا قصتها وبهم اخد دوران كده بسيط بالمقص معايا اه يعني كل زاوية بحاول كده ان انا اتنيها بص هنا معايا نساي بقطعة ويعني جهة وجهة التانية اقدم منها تدوران هبدأ كده اول حاجة هنسمي باسم الله كده بالاخيط والابرة بغرزة السراجة ببدأ ان انا بتني كل الحواف داير ميدور ممكن بقى لو انت الشغل القماش اللي انت شغاله بي مش محتاج ان انت تتنيه او مش محتاج ان انت تصرفليه ممكن تتني على طول يعني انا هنا بعد ما تنيت اخدت كمان تانية تانية حلوة تانية تانية دي اخدت كمان اه تانية للمرة التانية علشان ادخل جواها الاستيك علشان يكون ايه في كده اه طريق للاستيك ادخله من جواه في نفس الوقت اخد يبالك علشان ما يكونش ضيق او زيادة عن اللزوم اه بحيث ان انت تقدري تمرري جواها الاستيك بسهولة بعد ما انا بمشي عليها كده داير ميدور جيبت كده دبوس شعر ودخلت فيه الاستيك الرفيع ده وبدأت كده ان انا امرره من جواه احنا بنقول عليها ايه ندككه فاشوفوا انتو بقى في بلدكو بتقولوا عليها ايه كتبوا لي برضو في التعليقات بعد ما بخلص كده اه واضلع الاستيك من الناحية التانية بلمة اللي اتنين كده مع بعض وبشوف المساحة اللي انا محتاجاها يعني مش عايزة يكون واسع قوي وببدأ ان انا اخد الطول المناسب والمقاسة مناسب عندي وبقى ربط بقى كده مع بعض الاستيك بقى ده كويسة كده محترمه عشان ما تفكش مني والزيادة بقصها هنشوف بقى شكله برضو وهو على الغطة شوفه شكله جميل ازاي وطلع المقاس مظبوط اللهم بارك وهنا زي ما قلتلك تقدر تزيني او تسيبيه كده زي ما هو دي طريقة العلامة بتاعة فندي انا كنت عاملها عشان يبقى الغطة من فوق ومن تحت نفس الشكل وفي طريقة تانية سهلة جدا برضو هنا انا قصتي الشريط كده لمربعات صغيرة كلها قد بعض وهبدأ برضو ان انا ازينها كده طول بالطول يعني كده هارسها كده بخط واحد برضو تزين بسيط جدا وزي ما قلتلك تقدر اني انت تكلفي اي شكل عندك حسب الامكانيات اللي متوفرة عندك طريقة بسيطة وخامات بسيطة جدا عملنا مشروعين حلوين جدا تقدر ان انت تنفزيهم وتستفادي بيهم لو عجبتك افكار النهاردة ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش وهنتظر اراءكم في التعليقات وما تنسيش تعملي شير للفيديو مع اصحابك عشان عدد كبير يستفاد من افكار النهاردة وكمان ما تنسوش تدعوه للمسلمين بالنصر العاجل ورحمة الله وبركاته